لو ما انت هتزود عدد المدار الزياد المفروض بتزود عدد المدارسين كمان عشان يجابه طبعا يعني العمل اللي حيتبنا في الفصول الجديدة مش كده ولا ايه صح طب ده بكام محدس ولا حرج لا يعني بكي هتديبه كام 50-60 ألف مدارس كل واحد يوم تواصل 5000 جنيه في الشهر 35 ياريت احنا بنظلم الناس وبنطلب منهم فوق طاعتهم انت بتقول للمعلم خده وتعالى بقى يركب ميكروباس ولا يركب اي جيب ييدفع منين يفطر طب يفطر ازاي طب ان المعارض يعني يلبس قمس وبنطلون ويجيبه منين طب لو عنده بيت بقى يعمل ايه هو ده الكلام طب انا بقوله على الهواء طبعا دي الحقيقة اخبيها ليه اخبيها لو انا عندي فرصة وحرمه يا دولة فارجع تاني انت بتقول لي ايه هل في حد في التعليم مستعد اه مستعد وانا حد المبرس لو انا النهاردة عندي خمس وعشرين مليون في التعليم وانت النهاردة بقول ان الواحد شيء متكلف على اقل اه 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 متين وخمسين مليار طب انا بقى تعملهم كم سبعين ثمانين هم هقول لي ايه اه يطع سبعين ثمانين للمر لـ يعني القطاع التعليم الخاص ياخدهم منك وهو يدي التعليم ده طب انا مستعد عارفة المستعد دي ايه مش بولك كده عشان عجزك في الكلام ليه نتمنى بس هو ما بقاش اقتصادي ليه ما بقاش ايه ما بقاش اقتصادي ليه طبعا لو كان اساسا انا قادر على 250 مليار انا بقى اقتصادي ليه لكن انت النقطة جاي تديني مدرسة فيها 1000 طالب ولا 1000 وعايش تعليم كويس قادرها وانظمها وتديني الرقم لانا المفروض حدفعه بقى اللي هو المبلغ اللي باتفعه المتواضع للمدرسة دي طب ده مش هيدي خدمة كويسة وفي نفس الوقت انت غالي بيقول ليه ما تاخدش حاجة من الولاد او المصارف اللي احنا بنتكلم عليه طب الرقم حيبة محدود ومتواضع اللي احنا مش حاجة يشتغل معا فهي تراجع انا مكلمة كنت احنا مش على هو هو يا ريت يا ريت يا يوسف احنا مش هنغف نحل المسائل اللي عندنا الا بافكار صحيح وانا قلت يا طرى النهاردة يوسف سواه شاب موجود دي المدرسة هو موجود شباب زيه داخلوا المدرسة دي وطب طبعا المدرسين وشكروهم وعملوا اي حاجة تعكس تقديرهم اللي بيعملوه انا مش هبقى الافتة جميلة طبعا طيب حتكلفهم حاجة ولا حاجة طيب ما هو احنا ما كناش نقول لنا كمجتمع نحط في ايدينا في ايدينا بعض عشان نحل المسائل اللي ملاش حل ملاش يا يوسف حل اه هنوتي كلام دابلي كده